اشتركوا في القناة بقرارات مجلس الأمدات الصلاة بالحرب على غزة وقرار المجلس رقم 1701 والخاص بالوضع في لبنان داعيا إلى ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وإطلاق الصراح الرهاء والمحتجزين والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية وقال إن السبيل لتحقيق السلام المستدام في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكون عبر حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ودعا وزير الخارجية إلى تنفيذ المبادرات التي اعتمدت في القمة العربية والتي عقدت في مملكة البحرين مايو الماضي بما في ذلك دعم الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وعقد مؤتمر السلام دولي لمعالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمبادرات المتعلقة بتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمتضررين من الصراعات والنزاعات في المنطقة وقال إن الترابط بين أوروبا والشرق الأوسط أصبح واضحا بشكل متزايد في مجالات الأمن والسلامة والعلاقات الاقتصادية ما يبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في تلك المجالات والعمل الجماعي من أجل توفير بيئة آمنة مستقرة تنعم بالسلام الشامل المستدام في المنطقة ويمكن للشعوب العيش فيها جنبا إلى جنب باختلاف خلفياتهم وانتماءاتهم ترجمة نانسي قنقر